من ترابلو سنضم إلينا مرسلنا إبراهيم العبدالي أهلا بك إبراهيم كيف سيؤدي هذا الخلاف حول المحكمة الدستورية وتعيين أعضائها إلى عودة الخلافات مجددا حول مختلف الملفات السياسية والدستورية في البلد نعم ريمة هذه المسألة سبق وأن أدت إلى توقف التواصل ما بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في أبريل الماضي بعد أن علق مجلس النواب كافة أشكال التواصل مع مجلس الدولة علق كافة أشكال التواصل مع مجلس النواب على خلفية رفضه لهذا القرار وهذا القانون وهو قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الأشهر الماضية قرارا ببطلان هذا القانون وذلك بعد أن قبلت الطعن المقدم من رئيس المجلس على الدولة خالد المشري بهذا الخصوص وبالتالي يعتبر هذا القانون باطلا ولا يصح العمل به واعتبرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا غير دستوري ولكن رغم هذا الأمر إلا أن مجلس النواب وبعد رفض الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لهذا القرار نشر هذا القرار في أبريل الماضي في الجريدة الرسمية رغم هذا الجدل الحاصل ما بينه وما بين المجلس الأعلى للدولة ورغم إصدار قانون بعدم دستوريته والآن يعود مجلس النواب في جلسة مغلقة يوم الاثنين الماضي بالتصويت بالإجماع على رئيس وأعضاء هذه المحكمة الدستورية دون نشر أسماء الأشخاص الذين تم التصويت عليهم في هذه الجلسة وبالتالي نتوقع الآن ربما عودت الجدل من جديد هناك رفض كبير جدا لهذا القرار هذا القرار في حين صدوره أصدر أو شكل جدلا كبيرا في ليبيا هناك العديد من أقرار تتخوف من هذا القرار يبدو أنه أيضا موضع جدل بخصوص توزيع إرادات النفط والغاز على الأقاليم الليبية بالتساوي وانتقادات للسفير الأمريكية في ليبيا بخصوص تصريحاته بهذا الموضوع ما الجديد أيضا حول هذا الملاف وكيف يمكن أن يكون لهذه الانتقادات الليبية تجاه السفير الأمريكي من أن تعيد أيضا موضوع تدخل التدخل الأمريكي في أشؤون الليبية من جديد إلى الواجهة نعم مسألة النفط ريمة هي مسألة ربما تتجدد في كل فترة وفترة ومسألة أيضا التهديد بإغلاق النفط هي مسألة عانت منها ليبيا بشكل كبير في العشر سنوات الأخيرة أغلق النفط لأكثر من سبب ولمدد طويلة سببت خسائر كبيرة للخزانة العامة الليبية وخاصة أن ليبيا تعتمد بشكل كبير ربما على أكثر من 90% في موازناتها العامة على عائدات النفط وبالتالي هذه المسألة الآن تشكل جدل كبير هناك تخوف من الحكومة التابعة للبرلمان في الشرق الليبي مما وصفته بتبديد أموال الليبيين من حكومة منتهية الولاية في إشارة إلى حكومة عبد الحميد البيبة الآن هناك محاولات ربما لتقنين الصرف الذي تقوم به حكومة عبد الحميد البيبة هنا في طرابلس عبر تعيين حارس قضائي بحسب تصريحات رئيس الحكومة أسامة حمد الذي قال أنهم يسعون الآن لتعيين حارس قضائي حتى يتمكنوا من منع حكومة عبد الحميد البيبة من صرف الأموال من باب التنمية وفقط أن تقتصر مصروفات هذه الحكومة على باب المرتبات والآن هناك جدل كبير حقيقة بعد تصريحات السفير الأمريكي وهذه ليست في المرة الأولى التي يكون فيها هناك ردود فعل خاصة من البرلمان أو الحكومة التابعة للبرلمان حول تصريحات أي من السفرات اللواء المتقاعد خليفة حفتر كان قد أصدر قرارا في وقت سابق بإغلاق الموانئ النفطية لوقت كبير الآن هناك تعليق لعمل الموانئ النفطية هل نتوقع أن يتم الذهاب مجددا إلى إغلاق كامل؟ إذا لم يتم التوصل إلى حلول لهذه المساعدة؟ هناك مساعي من المؤسسة الوطنية للنفط لعدم الوصول لهذه النقطة كان هناك اجتماع في الأسبوع الماضي ما بين رئيس المؤسسة هنا ورئيس الحكومة التابعة للبرلمان في بني غازي حول هذا الملف هناك مساعي من المؤسسة للوصول إلى صيغة تفاهم حول التحكم أو صرف عائدات النفط بشكل متوازي وهذا أيضا ما أشار إليه رئيس السفير الأمريكي في تصريحاته أن ليبيا بحاجة إلى توزيع عادل هذا الأمر أيضا سبق وأن أشارت إليه البعثة الأممية هناك فجوة ربما في الصرف هناك دائما شكوى من الجهة الشرقية وأيضا الجهة الجنوبية في ليبيا من أن هناك عدم توازن في المصرفات وأن الحكومة في الغرب تتحكم في مصرفات النفط بشكل كبير وخاصة عائدات النفط تذهب إلى مشاريع بعيدة عن المساوامة بين القليمة الثلاثة هناك دائما استخدام لمصطلح القليم في الشرق والجنوب والغرب في مسألة عائدات النفط يعني بشكل عام هناك مساعل الآن من المؤسسة لعدم الوصول إلى مسألة إغلاق النفط من جديد وما قد يثببه من خسائر ليبيا بشكل عام وحتى هذه الساعة ورغم هذا الجدل ليس هناك أي تصريحات بحكومة عبد الحميد البيبة لا ردا على البرلمان أو الحكومة التابعة له أو حتى على تصريحات السفير الأمريكي بخصوص توزيع عائدات النفط شكرا إبراهيم إبراهيم العبدالي من ترابوس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة